السلام عليكم مش خباركم كنتمنى تكونوا كلكم باخر والاخر وتكونوا بصحيحة مزيانة وما يحببكم معايا في فيديو جديد اللي غادي نوجد فيه معاكم واحد الكيكا كتجي زوينة بزاف كتجي خفيفة وشيشة الكيكا المقلوبة اللي غادي نوجدوها بالكرامل والفواكه بالنسبة الفواكه انا اليوم استعملت فيها الاناناس يمكننا استعملوا غرده خوائر ديال برتقال او للبانان او لنستعملوا التفاح المهم على حسب فواكه اللي متوفرة وفواكه كلها را كتجي بهم هالكيكا هدي زوينة فيلا غير بقوا معايا باش شوفوا المقادر وطريقة التحضير ولأول مرة كي يزور قناتي فيريد يشترك ويفعل جرس باش يتوصل بجديد الفيديوهات وبسم الله نبدو في الوصفة ديان غادي نبدو هنا بالكرامل نوجدو هو اللي اللي حين تخصوا يطيب عادة باش يبرد غادي نحتاجوا ليه واحد كأس الا ربع من السكر مع ربع كأس من الماء غادي نديرون فواحد الكأس رونة ولا شي مقيلة مو يمشي حاجة اللي غادي نطيبوهم فيها وغادي نرجعو الكرامل زيانة فوق العافية وغادي نخليو هي طيب العافية هنا ضروري تكون مهيلة ما تكونش عافية مجهدة بزاف إلا كانت العافية مجهدة رضغية كيتخطف وكيتحرق فنحاولو نخليو هي طيب على خاطروا العافية مهيلة ونخليو هيكا ما نحركو داك السكر موالو غادي نخليو حتى كيدو بلين داك السكر وكيرجع كراميل ونحاولو ما نخليوش الكراميل ديانة بزاف حتى كيرجوع اللون ديالو غامق لان مازال غادي زيدي طيب في الفران غير كيدو بلين داك السكر سافي كنحصلو على واحد اللوي اللي يدهبي مباشرة كنحيدوه من فوق العافية وكيف نحيدوه من فوق العافية هو مازال سخون مباشرة كذلك غادي نخليوه فلمون اللي غادي نطيبو فيه الكيكا ديانة ونحاولو هنا نوزعوه فلمون كلو بالزربة ما حدوه سخون قبل ما يجمد وصفي هنا غادي نحطوه نخليوه برد مزيان وغادي ندوزو في هذا الوقت هادا غادي نوجدو الخاليط ديال الكيكا اللي غادي نزيدو فيه بالنسبة المقادر ديال الكيكا فغادي نحتاجو واحد الكاس وتولوت قريبا من دقيق الفورس او الدقيق الابيض ديال الحلويات وغادي نحتاجو لثلاتة البيضات متوسطين يكونوا بحرارة الغرفة في حالة كان عندكم البيض كبير فهنا غادي تستعملوه كأس ونصف من الدقيق وعندي هنا كأس غير تولوت من السكر تقدروا تستعملوه غير نصف كأس لاننا مستعملي الكرامل في هاد الكيكا هادي وعندي هنا كأس مخلط ما بين الزبدة والزيت فاستعملت نصف كأس ديال الزبدة مدوبة مع نصف كأس ديال الزيت تخلطهم غادي نحتاجو لواحد كيس واحد من خاميرات الحلويات وغادي نحتاجو الكيس من سكر فاني بالنسبة لهاد المكونات هادو انا غادي نخليهم ليكم مكتوبين في صندوق الوصف اسفل الفيديو غادي نخليهم ليكم مكتوبين بالقرام وحتى بالكاس وغادي نستعمل هنا واحد الخمسة الدوائر من الاناناس بالنسبة لهاد الاناناس استعملت انا هنا هادا اناناس طري يمكن انستعملو غير المعلب او اللي يمكننا نستعملوه في بلاس الاناناس نستعملوه اما دوائر ديال بورتوقال وغادي ناخدو هنا واحد الاناء فاش غادي نخلطو هاد الخالط ديال الكيكا ديالنا غادي نهرسو في هاد ثلاثة ديال البيضات غادي نزيدو عليهم السكر غادي نزيدو عليهم هاد كيس من السكر فاني وكان بدو هنا نطربو في هاد البيض هذا مع السكر غادي نخدموهم مزيان نحاولو نخلطوهم مزيان حتى ما كان بخوش نميزو بناتهم يعني داك السكر كيدو بلنا مع داك البيض صافي وكيو اللي عندنا خالية واحد هنا غادي نزيدو عليهم هاد الكأس من الزبدة والزيت غادي نزيدهم وغادي نخلطو عاود شوية حتى كيتخلطونا هاد المكونات مزيان غادي نزيدو عليهم دا بطحين او دقيق الفورس وغادي نزيدو عليهم حتى الخاميرة ديال حلويات انا استعملت هنا كيس واحد لان هاد كيكة هادي ما كانت جيش طالعا بزاف وبالنسبة للطحين هنا والخميرة ديال الحلويات انا راني كان نكون مغرب لها من قبل فضروري غربلوهم وحتى الكيس ديال خاميرات الحلويات حتى هو غربلو لانه بعض مرة كيكونوا فيش حبيبات قاس حين ما كيدوبوش لنا في هاد الخاليط هذا فبلا احسن هاكا غربلوهم عادي ستعملون كان زيدو الطحين ديالنا هنا وكان بدوو نخلطو شوية بشوية حتى كيدخل لنا هاد طحين كلو في هاد الخاليط كان خلطو حتى كنحصلو على واحد الخاليط اللي متجانس ما كيبقوش نفيه دوك الحبيبات ديال وخليط ديال كيك ديالنا ركي كل قوام ديالو على هاد الشكل هاده ما كيكونش خفيف وما كيكونش تقين في نفس الوقت وكنجيبو المول ديالنا اللي درنا فيه الكاراميل وخلينا حتى برد مزيان بالنسبة لهاد البغيكس هادي ليستعملت انا هنا هادي القطر ديالها 24 سنتيمتر وغادي نستفو هاد دوائر هادو ديال الاناناس وغادي نحاولو نقعدوهم في المول مزيان طريقتنا وصافي من بعد غادي نخو عليه هاد الخاليط هادا ديال كيكا نحاولو نغطيهم كلهم بهاد الخاليط هادا وفي حالة خويتو الخاليط ديال كيكا وبقدليكم هكاش بلاسة عريانة ما تغطاش فهنا كتاخدوشي سباتير وكتعودو تتقدو داك الخاليط كلهم زيان في المول صافي هنا غادي نزيدو هاد الخاليط ديالنا كله غادي نهزو المول ديالنا غادي ندخلوها الفران بالنسبة الفران داروري يكون سخون من قبل يكون على 75 دراجة وكندخلو الكيكا ديالنا الفران وما نفتحوش علاه حتى كنحسو بها راهي طابط وراكطيبت قريبا ما بين 30 حتى 35 دقيق وقبل ما نخرجوها نقيسوها بشي كيردون أو لشي موس الى خرج لننقيسها في الكيكا ديالنا راهي طابط خرج ما زال فيه العجينة فهناك نخليوها تزيد كمال طياب ديالنا وهاي الكيكا ديالنا ها هي طابط وخرجناها من الفران عادي نخليوها تبرد واحد شوية قبل ما نقلبوها وقبل ما نقلبوها نحاولو نفكوها مع الجنبات إلا كانت لاصقة نحاولو نفكوها شوية بلما نخسروا لها الشكل ديالنا ونحاولو نقلبوها هنا غير بشوية بها الطريقة هادي غير شوية ديال الوقت ورا هي كتفك غير بوحدها وبالنسبة اللون ديالها هادرا ماشي حراق هادرا غير الكراميل من اللي كيزيد كييتف الفران كيزيد كيتعس الكتر وكيعطينا هاد اللون هاد وهاد علاش قلت لكم في اللول حاولو ما تخليوش الكراميل ديالكم يطيب بزاف يعني يطيب حتى كيولي اللون دياله غامق لانه ما زالك يزيد كييتف الفران وكان هادا هو الشكل ديال الكيكة ديالنا بعد مقلبناها فالكيكة المقلبة كتجي علها الشكل الجميل هادا وكتجي صراحة زوينة غادي تشوفوا معايا من الداخل را كتجيه شيشة وكتجي خفيفة وما كتجيش عالية بزاف هاد كيكة هادي يعني كتجي في القياس وكانت هادي وصفتنا اليوما فكانت منها ان شاء الله تكون لإعجاب ديالكم وإلا جربتوها ما تنسوش تخليوا ليفتعها لكي فاجاتكم وياريتي اللي أعجبكم هاد الفيديو ما تنسوش اللي لايك وتشاركوهم على الأهل والأصدقاء وكان شكركم بزاف على حسن المشاهدة وعلى حسن المتابعة خليتكم على خير ومعادنا ان شاء الله في فيديو آخر ووصفة أخرى مع السلامة اشتركوا في القناة